الشرطة العراقية تاريخ حافل بالتضحيات امتد عقودا من الزمن هم حماة الامن والقانون وضع رجالاتها بتضحياتهم حجر الاساس لبناء العراق الجديد مسيرة من العطاء بدأت في العام 1922 حينما تشكلت قوات الشرطة العراقية لتكون القوة الاساسية الثانية في حماية امن الوطن والمواطنين بعد تأسيس الجيش العراقي وبحسب محللين فان الشرطة العراقية الوطنية قاومت كل محاولات البعض في تحويلها الى جهاز لقمع جماهير فكانت دوما الاقرب اليهم لا تعرف الانحياز والتكتل والولاءات الطائفية كانت الشرطة العراقية حارسة للشعب قريبة من الامه وافراحه وساهمت في الواجب الوطني والحضور حيثما يقتضي داع الوطن ومنادي الجهاد وقدمت كواكب من الشهداء على طريق حرية العراق والحفاظ على امنه واستقراره وبعد عام 2003 تم استحداث تشكيلات جديدة للشرطة العراقية بموجب النظام الفدرالي الاتحادي الديمقراطي الذي بنيت عليه الدولة العراقية واهمها تشكيل الشرطة الاتحادية التي كان لها الدور الكبير في حفظ الامن والاستقرار بعموم البلاد وبانطلاق حرب التحرير ضد ارهابي داعش كان للشرطة العراقية وبمختلف مسمياتها من اتحادية الى محلية الدور البارز والحاسم في تحرير الكثير من المناطق والمدن وكان افرادها السباقون لولوج المعارك ودحر الارهاب وعصاباته المجرمة وفي الاحتجاجات المطالبة بالتغيير والاصلاح حرصت الشرطة على حماية المتظاهرين وتقديم العون لهم ومنع تسلل المندسين الذين يحاولون حرف مسار الاحتجاجات عن سلميتها تحية للشرطة العراقية في ذكرى تأسيسها ورحم الله الشهداء الذين رووا بدمائهم ارض الوطن